تفاصيل تروي حكاية مهنة تبدلت مع الزمن مهنة المزين مهنة قديمة لم تكن فقط من أجل تسريح الشعر وحلاقة الذقن لكن المزين يلجأ إليه الناس لختان الأبناء وأخذ منه بعض الوصفات لعلاج الأمراض فهو من أكثر الناس خبرة واستماعا لقصصهم ورواية لها المزين كان عنده كثير مهنة أول شيء حلاق يخطن كان وكان زي ما تقول يحجم أي شخص عنده مرض أو عنده أي آلام فيه صداع ولا شيء يجي يحجم الشخص هذا والثاني حاجة الشخص عنده عشاب كان نفس المزين هذا كان ذو عشاب يجي الشخص عنده والله أنا تعبى لم أدريش كده كده يشراك إيش عنده كده قال خذي أبوه شوية فلفل أسود شوية كمه صفعة كده وخلاص ما شاء الله يسيره ولا يشم فهذه مهنة المزين كان زمان مهنة تبدلت مع الزمن حتى فقدت روحها الاجتماعية وتجهت صوب عالم التجميل والموضات الحديثة بل وأكثر من ذلك ما حاليا صرت فيها تغيير كثير وصرت فيه طريقة الحلاقة طريقة نظيفة متطورة وفيه أجهزة متطورة زيادة على أنها دخل معا حتى تجميل مثلا هاتشي حق الصنفرة والشعر كمان فيه تغييرات من ناحية شغله كان القصات ودخله كريمات جديدة يصاروا يصولوا كستايلات زي ما نقولوا الناس وهذا في السابق كان يعتبر المزين ركناً أساسياً من أركان أي حي والآن بعد أن تبدلت الأحوال هل أصبحت صوالين الحلاقة المعاصرة تؤدي نفس الدور؟ كانوا الناس أصلاً اجتماعي يعني لما يكون عندك حلاق في الحي أو في الحارة يعني الناس كلها تحلق عندهم ومشاء الله كان يعني يتلاقي عنده أخبار الناس كلها قال لي عنده أي مشكلة يجي يكلموا هذه وكانوا يجمعوا عنده الناس اللي فاضين يجلسوا عنده وكان فيه أشياء كثيرة يعني كانوا ناقشوها حالياً لا حالياً واحد يجيب ويحلق خلاص يعني يزابون عندك دائم ممكن تناقش معه بعض الأمور بس يعني ما تكون يعني أمور يعني اللي ممكن يأخذ منها شيء ولا دوم الحالي من المحال هكذا يروي لنا المثل الذي يحكي قصة مهن تبدلت مع الزمن ترجمة نانسي قنقر